إلى البيضاء وصلت صباح اليوم خديجة المرضي متوجة بالذهب بطلة العالم في الملاكمة لأكثر من 81 كيلو جراما في حيها بين ذويها وأهلها وأسرتها وجيرانها المرضي حضيت باستقبال شعبي يليق بأيقونة القفاز النسوي المغربي أسامة عبادي عثمان مواضع هي صور تحدثك بأن أرض المغرب ولادة للأبطال وإسمع النشيد الوطني في مشارق الأرض ومغربها علامة مسجلة باسم بلد المغرب خديجة المرضي بطلة العالم في قفاز السيدات أكدت أن الأحلام لا تتحقق إلا لأولئك الذين أصروا على المحاولة فبعد برونزية 2019 وفضية العام الماضي آن الأوال لتعانق ابنة المغرب المعدن النفيس وآن لأبناء شعبها أن يفخروا ويمرروا في لحظة استقبالها أسمى عبارات الحب والاعتزاز شعور لا يوصف تشويج دي البطاط العالم الدهبية والحزام الدهبي اللي كان هديل صاحب جل الملك محمد السديس لا ينصروا وكان شكراه على البرقية اللي أتلجت صدري صراحة أنا بنت وابنت شعب دي ما كان قولها وربي سبحانه وتعالى وفقني وجبت الميدالية الذهبية بطولة العالم اللي كانوا يطمحوا لها المغاربة كاملين ولأن الحكاية ليست وليدة بطولة يدلهي الهندية في قصة إصرار خديجة على نجاح فصول وسطور خطت بعرق بطلة لم ترضى إلا بالذهب ومنذ صغر خديجة تلقفت حب الملاكمة من والدها الذي يتحدث اليوم بحروف الفخر بطفلة الأمس التي كبرت أمام عينيه لتتسيد اليوم حلبات العالم فرحان جزاف والفرحان اللي فرحان راما علم بها الله اللي كان سمعته وكان سمعته وكان زيدني فرحة أخرى كان تفتح القلب ديالي وكان نبغي الناس اللي يبغيوها كان نبغيهم خديجة المرضي بطلة العالم في رياضة الملاكمة سيدات وإن شئ تختزل ما سبق في عبارة واحدة سيدة الحلبة أو خديجة فخر المغرب